يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس أهلا بكم أكبر خطر وجه الإسلام منذ نشوءه في المدينة منورة كان بني إسرائيل وعلى الرغم من علامات ودلالات النبوة الموجودة في التوراة لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل من بني إسرائيل كانت نظرتهم بوجه عام لكل شعوب الأرض أنهم شعب الله المختار نعم صحيح بني إسرائيل هم شعب الله المختار في زمانهم اختارهم الله ليحملوا منهاجه ولكنهم فشلوا في حمل المسئولية قال تعالى في سورة البكرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والتفضيل هنا مش على الإطلاق ده تفضيل محدد وفي زمان محدد على أهل زمانهم من العالمين من أهل الكفر وعباد الأوثان وفي الجهة التانية عندنا أمة الإسلام قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس والسؤال دلوقتي مين اللي يكسب بني إسرائيل ولا المسلمين الأفضلية ولا الخيرية خلونا نشوف الموضوع من الناحية اللغوية التفضيل مصدر وفضل والفضل هو الزيادة هنقول مثلا فضل عمر على زيد كده الجملة معناها ناقص لازم نحدد الوجه اللي فيه التفضيل فنقول فضل عمر على زيد في العن وده ما يمنعش أن زيد يفضل عن عمر في وجه آخر هنقول فضل زيد على عمر في المال على الوجه الآخر نجد أن الخيرية تفيد العموم مثلا لما أقول عمر خير من زيد كده معنا الجملة تام ومعناه أن عمر في العموم خير من زيد فالخيرية لأمة الإسلام أشمل من الأفضلية لبني إسرائيل وتاني حاجة بالعقل كده كيف يفضل بني إسرائيل على الأمة المحمدية وقد أمروا باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام وفي حاجة مهمة زي ما الأفضلية لبني إسرائيل مشروطة بالامتثال لأوامر الله عز وجل فالخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مشروطة بثلاث حاجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نفهم من كده أن مش كل أمة الإسلام دخل في هذه الآية الكريمة أمة الإسلام على نوعين أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة تشمل الثقالين من الإنس والجن يعني كل الإنس والجن اللي سموا عن الإسلام سواء دخلوا في الإسلام أو رفضوا الإسلام فهم من أمة الدعوة وتاني نوع هي أمة الإجابة وهم من أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وهم المقصودين بالآية الكريمة الإسلام ما فيهوش عنصرية يعطي لكل ذي حق حقه قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وطلائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير هنجي دلوقتي بسرعة للنصوص المقدسة في الإسلام واليهودية في الإسلام عندنا الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفي اليهودية عندنا التوراة وحنستشهد كمان بالإنجيل في الكرآن الكريم ذكرت خيرية الأمة الإسلامية في الآية اللي قدناها قبل كده كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك وهب الله عز وجل الأمة الإسلامية الوسطية والاعتدال وجعلهم شهداء على الناس يوم القيامة قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وخذ عندك بقى في السنة النبوية المطهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وأرجع وأكد هنا أن الخيرية مش لأمة الدعوة الإسلامية ولكنها لأمة الإجابة وعلى الجانب الآخر في العهد القديم في التوراه في سفر التثنية إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم عندنا مثال آخر في سفر إشعياء الثور يعرف مالكه والحمار صاحبه الذي يعرفه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم وفي العهد الجديد ذم المسيح عليه السلام اليهود وقال يا أرشاليم يا أرشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها وبرضو أرجع وأكد أن مش كل بني إسرائيل مقصودين بهذا المقصود بهذا من كفروا بالرسل ولم يتبعوا المسيح عليه السلام اللهم اجعلنا بفضلك ورحمتك ممن قلت فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس جزاكم الله خيرا كنتم خيرا وبرضو أرشل وبرضو أطلال اشتركوا في القناة